نظم مواطنون في مدينة مأرب وقفة احتجاجية على قيام أحد التجار بالاستيلاء على شارع في أحد الأحياء أحياء المدينة المكتظة بالسكان وقطعه بجدار فاصل وتحويله إلى مشروع استثماري خاص به ما يعرض عشرات الأسر لحصار داخل الحي السكني الذي يعتمد على الشارع للخروج إلى بقية أحياء المدينة وفي الوقفة الاحتجاجية ناشد المواطنون الذين يقتنون حي الحويضنة بالمدينة قيادة السلطة المحلية بمنع الاستيلاء على الشارع على الشارع الذي يندرج ضمن المخطط الحضري للمدينة وكاد المواطنون استمرارهم في فعالياتهم السلمية حتى تقوم الجهات المعنية بإيقاف العبث بالشارع ومحاسبة المتسببين في ذلك هذا وتشهد مدينة مأرب توسعا كبيرا في العمران والأحياء السكنية ما يستدع الحفاظ على الشوارع ومنع البسط عليها أو البناء فيها حفاظا على مخططات المدينة وجمالياتها نحن حارة أهل الحويضنة ناشد نائب مجلس القيادة الرئاسي محافظ محافظة مأرب الشيخ السلطان مع العرادة والسلطات المحلية والأمنية ففتح شارع 16 الذي مودي إلى شارع الأربعين الذي تم الاعتداء عليه من أبونا وقبل خمس سنوات نزلوا الأشغال وخططوا لنا الشارع هذا وصقطوا هنا حسب المخطط وبنينا عليه واليوم مكتب الأشغال يتواطى مع أبونا ويغلقوا الشارع يتدوا عليه ويغلقوا ويأجروا مصنع الشارع مخطط من قبل الدولة واشترينا وبنينا عبر تخطيط وهذا التخطيط حق الدولة وإنما قاموا بالنفذين والتواضع من قبل الأشغال في مأرب والمذفذين قاموا بقضع الشارع والنسب الضرين ما لم أهم حاجة يحصلوا ممتلقات أبناء الشهداء ويحاجبهم معنا شارع 16 في حارة الحويضنة وهو المنفذ الوحيد للشارع الاربعي وإنه اشترينا أراضي حسب المخطط ونزلت الأشغال مسحه وكنا ندخل ونجي منا وتفاجأنا وانا فيه تواطى وانا أبونا اعتداء على الشارع